السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا لهذا اليوم في مادة الجغرافية تحت أنوان أتدرب على دراسة مشكل في المجال الريفي أو الحضاري إذن مثل ما نعرف أن المجال الجغرافي يؤاني من مشموعة من المشاكل مثل التلوث الأحياء الأشوائية توزيع الماء الصالح للشرب غير المتوفر في مشموعة من التواوير ومشموعة من المدن إلى غير ذلك إذن اليوم سوف نحاول التتطرخ إلى هذه المشاكل وأسبابها وكيفية الحد منها إذن الإنسان يعيش في بيئة إذن ما هي البيئة؟ المقصود بها هي الوسط الذي يعيش فيه الإنسان سواء من عناصر الطبيعة أو المنشآت البشرية لاحظ ما هي عناصر البيئة لدينا الهواء، الأرض، الماء ثم المنشآت البشرية إذن فهذه المنشآت تتعرض إلى التلوث من طرف الإنسان إذن لاحظ ما هي لدينا في صفحة 102 صورتان أحدهما تعبر أن البيئة تعاني من تدهور طبيعة والمنشآت في المقابل هناك صورة تعبر عن بيئة سليمة الطبيعة وكذا المنشآت إذن الآن سوف نمر للبحث عن أسباب تدهور البيئة إذن يعتبر الإنسان له مساهمة كبرى في هذا التدهور من خلال منشآت الصنائية، الفلاحية، التجارية، السكنية، وكذا بعد تصرفاته اليومية وهو يعتبر في نفس الوقت أكبر المتضررين فلاحظوا ما هي، على الرغم من أن الاصطناعة فوائد اقتصادية والجمائية لكنها قد تلوث البيئة من خلال عوادم المصانع ونفاياتها التي تطرح في المياه الأنهار وكذا البحار وكذا لا يمكننا إخفال المجال الريفي الذي يتعرض بدوره إلى التدهور من خلال إطلاف الغابة الذي يسبب التصحر ويؤدي بالتالي إلى هلاكة الماشية فبالتالي تتقلص الموارد الفلاحين مما يدفعهم إلى التفكير بالهجرة وبسبب قلة الماديات فهم يلجأون إلى دور الصفح وهكذا تتكون الأحياء الأشوائية التي تشويه جماليات المدينة إذن مثل ما تلاحظون معي أن تدهور كل عنصر بيئي يؤدي إلى تدهور عنصر آخر لذلك فإن الإنسان يحاول حد من هذا التدهور من خلال التوئية إذ يقوم بمجموعة من الحملات الوطنية للتوئية كتنظيم زيارات لمحطة المؤالجة كالقيم كذلك بحملات إشهارية تبين مدى أهمية الوسط البيئي وضرورة المحافظة عليه إذن يمكنكم العودة كذلك إلى الصفحات المرتبطة بالدرس 102 و 103 و 104 من أجل تعميق الفهم أكثر وشكرا اشتركوا في القناة